السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا من جديد ونتمنى يقاكم على الفيديو في اتم الصحة والعافية اليوم كيفما تشاهدوا فهو فيديو عبارة عن اواني فخارية وبالضبط الفراح او المردود هنا عندي ثلاث انواع او ثلاث احجام ثلاث احجام هنا كان هذا الحجم المتوسط حتى الحجم المتوسط 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 25 درهم يعني كبير من هذا في البوادي اكثر وهذا اخذته ب20 درهم وبالنسبة الفراح فكلما كان السمك خشين او غليد كلما تكون نتيجة الخبز ممتازة ولا يكون يحرق بطبيعة الحال وحتى في الخبز كلما كان بعيد على الحرارة يعني كتوصلوا الحرارة اه ماشية قوية كلما كيعطينا كذلك نتيجة جيدة في الخبز وكذلك غنوريكم الفراش الاليمينيوم لانه كيوزة الحرارة وما كيخليش ان الخبز يتحرق لكم او يتشوت كما كنقوله بالعامية هذا الفراح ممكن تستعملوه في الخرن الكهربائي وطيبو فيه البيزا وطيبو فيه الخبز يعطينا تيجة رائعة كذلك غير جربوه هذا الفراح متوسط لأغلب او معدم الوصفات التي كانوا طيبو في الفراح فكنت وجدهم في هذا الفراح سباق نزلت فيه البطبوط شامبينيون شامبينيون وكذلك كن اكد على ان السمك يجب ان يكون غلط لان بعض الاخوات شراءوا المقلة مقلة جلطين وقالوا بانه يتحرق لهم او تشوت او لا تطيب لهم جيدا فغالبا لانه يكون السمك المقلة يكون رقيق وزائد ان الفراش من الاسفل عدوا دور مهم جدا في الطاهي في الفخار لاننا ما كنت عاملوش مع الحطب او او الفاخر وانما كنت عاملو مع حرارة مباشرة من البطاقاز بالنسبة لنا الفراح فعلى حسب ما تربيت عليه او حليت علي عيني كيفما كنقولو ما كندهنو بحت شي مادة دهنية نهائيا وخلاص اللي كيكون غد ينطيبو فيه في الحطب ما كندهنو بحت حاجة وما كننقعوش في الماء هذا الحجم الصغير وهذا شريته على اساس باش نقنصو فيه البغرير حتى هو اخذته بعشر دراهم وحتى الاخر المتوسط حتى هو اخذته بعشر دراهم دائما كننوصيكم على السمك دروري يكون خشين وبنسبة اللي كيكون خاص بالبغرير فحاولوا تقتعني ولي كيكون املس كل ما كان املس كل ما احتاع البغرير كي يجيزوين وكيكون ما كيلوصقش بالساف بطبيعة الحال الناس الزمان كانوا كدهنو صفر البيض على الطين باش ما كيلوصقش البغرير نهائيا يعني لو بغيتوا تطيبو البغرير كدهنو غير صفر البيض لا ارشا خفيفة ان شاء الله ستقاسموا معاكم قريبا بإذن الله كدهنو البيض وكدديروا القياس ذي البغرير وكدخلوه طيب هذا الفراح تهوم لا تدهنو حتى مادة دونيا لو بغيتوا تغسلوهم غسلوهم مباشرة كان في بعض مناطق يدهنوهم ولكن على حسب انا ما اهد عدو بلما قلت انا على ما اهدت علي ماما يعني الوالدة ديالي وجداتي ما كانوش يدهنو نهائيا ومن الفئ افضل جيل البغرير خليوه بعيد على المادة الدهنية بالنسبة الاخوات يسولوني الفراش فهذا هو الفراش جيل الاليمينيوم الى القيتوه خودوه ره ممتاز مع الطين يعني كيوزه الحرارة وكيكون هو العازل ما بينه ما بين البطاقاز او الحرارة المباشرة وكتفادوا ان الاواني الفخارية بصفة عامة ما كتترتقش وكتخسرش وفي نفس الوقت حتى في الطاجين ما كيلسقش ليكم نهائيا الماكلة غير هو من اللي تبغيو تطيبو تكون النار في اللوه المجهده ومن بعد كتنقصوا عليه وكتخليوه طيبة على المهل هذه يعني بصفة عامة مع اي انية فخارية لان نحن كنطيبوه في الغاز ما عندناش امكانيات واشغد نطيبوه في الحطب اذا توفرتو الحطب فبطبعة الحالة ذاك سيكون احسن واحسن بالنسبة الفراش المينيو فاخديته ب13 درهم ممكن تشريو المقلة الصغيرة مقلة تقيلة صغيرة وتعتامدوها كفراش بالنسبة الناس اللي يخافو او عندهم شك انه ممكن يكون تسرب تنائي اكسيد الكاربون من البطاق وكانت هذه حلقة اليوم اتمنى انها تكون فاتكم عن الاحجام الفراح او المردود انتلقوا ان شاء الله رحمه الله رحيم فوسفة جديدة دائما صحية وإلى ذلكم الحين دمتم في امان الله وحفظه ودمتم سالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة